لن نتركهم أبداً يصلون إلى هذا وبالأمس يتحدثون عن ثلاثة أشهر للانتخابات وكأن الأمر يتعلق بالانتخابات وفق الفصل التاسع والثمانين لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى ومن نصب نفسه مفتياً للديارة التونسية في القانون الدستوري نحن نتحدث عن دولة وعن استقلالها وعن استمراريتها لا أن نتحدث عن موعد الانتخابات التامة لقد كشفت الأحداث خاصة بعد خروج المواطنين لحرق مقرات النهضة يوم 25 جوليه الماضي والدعوات المتكررة للنزول إلى الشارع لتصدي لما يصفه أنصار الشيخ بالانقلاب أن الخزان الانتخابي لحركة النهضة قد تذائل بشكل اللافت وأن تهديدات نوردي البهيري بإنزال 40 ألف انتحاري هي مجرد شطحات ونزوات خطابية كشفت هذه الأحداث المتتالية أيضاً أن مرشد حركة النهضة قد فقد كامل الرصيد من الأتباع الذي جمعه منذ نشأة هذه الحركة المتآمرة على الوطن وأن كافة دعواته والدعوات بقية قيادات الحركة لتجيش الشارع وتحفيزه قد فشلت تماماً رغم كل الضخ الأعلامي والإغراءات المالية والشعارات الرنانة على غرار حماية الديمقراطية وحماية الثورة وحتى محاولة اغتنام حلول الشهر الكريم والإندساس داخل المصليين ومحاولة استمالتهم وتجيعهم على مؤازرته في محنته أو في مواجهته مع من يصفه برجل الاستبداد والانقلاب على الدستور في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد محاولاً أن يصنع من نفسه ضحية لما يسميها باستبداد الجهاز الأمني التابع لرئيس الجمهورية وهو من يمنعه من ممارسة شعائره الدينية وحين تتنيقل بعض القنوات الأجنبية هذه الأحداث وتصبيغها في قالب التعرض لممارسة الشعائر وحرية التنقل والتعبير يكون الهدف المنشوط قد تحاقق ويكون الهدف السياسي والسعي لكسب نقاط قد أنجز على أكمل وجه فشيخ التنظيم الذي يدعي الفضيلة رغم ما صرح به صديقه الصافي سعيد من أنه التقى الرجل كيلة يوم الجمعة ولم يرى فيها الشيخ يصلي ولولي ركعة يسيرع اليوم لالتقاط الصور لإرسالها إلى السفرات وإلى القنوات الأجنبية استجداءاً للتدخل الأجنبي الذي صار حلالاً في شرح حركة النهضة فبعد خسارة كل أوراق الداخل لم يبقى لرشد الغنوشي وحلفائه غير ورقة الخارج وغير المساعدات المشروطة بالإملائات أملاً في العودة إلى المشهد السياسي من بوابة الحوار الجامع على غرار ما حصل في 2013 لذلك نرى اليوم كل الاستبشار والتهليل من الإخوان وأبواقهم على أعقاب زيارة الوفد البرلماني الأوروبي لتونس أملاً في إلقاء طوق النجاة للمنظومة التي سقطت وتحاول اليوم العودة بأي طريقة حتى وإن كان الثمن هو التنكيل بالشعب التونسي وهدر سيادة دولة النائب البرلماني المنحل حاتم لمليكي قال أن البرلمانيين الأوروبيين الذين أدوا زيارة إلى تونس عوا إلى الاستماع إلى جميع الأطراف ولم يقتصر الأمر على تصريحات رئيس الجمهورية واعتبر أن الوفد البرلماني يتعامل مع الجانب التونسي بسياسة أصدقاء الكل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي ملاحظاً أن التعامل مع رئيس الجمهورية يتم بصفته ممثلاً لمؤسسة الرئاسة وليس لشخصه ويذكر أن نواب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلماني الأوروبي شددوا خلال ندوة صحفية عقدوها بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في ختام الزيارة إلى تونس على الحاجة إلى مسار سياسي كل ومهيكل بين ممثلي سلطات القائمة والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني يهدف لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية بشكل متوازي وهي صحوبات وضع تونس أمام امتحان صعب زيارة البرلمانيين الأوروبيين جاءت بضغط من لوبيات الأخوان في الخارج التي تتعالل بحماية الديمقراطية وحماية الدستور والتصدي للانقلاب والاستبداد وتحاول أن تستغلها أبواق التنظيم في الداخل للدعوة إلى حوار مقشوش ثاني للعودة إلى المشهد السياسي القيادة شبه المستقيم من حركة النهضة عبدالديف المكي اعتبر في تدوينه على الفيسبوك أن هناك احتمالين في تونس وهما إما الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها وفق الدستور خلال شهرين أو ثلاثة ثم الانتلاق في حوار حول أهم القضايا وإما عودة البرلمان لمدة محدودة بشروط حسن أداءه ثم انتخابات سابقة لأوانها تشريعية ورئاسية المكي اشار أنه في الحالتين لابد من حكومة إنقاذ وطني متفق عليها وأنه في غياب ذلك البلاد مهددة بمزيد التدخلات الخارجية وأزمة اجتماعية خانقة المكي اشار إلى احتكار كل سلطات من قبل رئيس الجمهورية قيس صعيد والحكم بالمراسيم ممنيا النفس بعودة البرلمان معتبرا أن التشريع بالمراسيم في ذل غياب قصري للبرلمان لا يمكن أن يتواصل إذ أنه يعد فساد سياسي وتكريس لسياسة الأمر الواقع يحدد الصراع اليوم بين معسكر تصحيح المسار وتنقية الحياة السياسية ومحاربة لوبيات الفسادة التي ترارعت في ذل ديمقراطية الغنوشي وبين معسكر الردة والعاودة إلى الوراء الذي يتزعمه شيخ التنظيم لكن الثابت اليوم والأكيد هذه المرة أن التونسين قد ضيقوا ضرعا بإصرار هذا الشيخ على مواصلة معركته السياسية المشبوهة رغم كل ما خلفته من انقسام وضربا لمقاومات الدولة فضلا عن قناعتهم بأن مرشد الحركة هو من يقف وراء كل عمليات الاحتكار التي أدت إلى اشتعال الأسعار بشكل غير مسبوق مما عكر الوضعية المعيشية للتونسين في هذا الشهر الفضيل أخبار سياسة تقنية محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية عالم أميرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد موسيقى 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 موسيقى